تتابع الإدارة العامة للمرور جهودها في تحقيق السلامة المرورية من كافة النواحي وفي هذا الإطار تحرص الجهود التوعية على التأكيد على خطورة السرعة وارتكاب المخالفات المرورية التي تعد السبب الرئيس في الحوادث المرورية السلامة المرورية مسؤولية السائق بالدرجة الأولى وأحد أبرز عوامل تحقيقها التعاون مع رجال المرور والالتزام بتطبيق القواعد والأنظمة المرورية والتخفيف عند الإشارات الضوئية مع ترك مسافة أمان مع المركبات الأمامية وفي هذا الإطار يجب على سائق السيارات الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال مع مراعاة كافة الاحتياطات خصوصا في فترة ما قبل موعد الإفطار والتي غالبا ما تشهد حوادث مرورية سببها الرئيسي عدم الالتزام بالقواعد المرورية إذ كشفت الإحصائيات أن فترة ما قبل الإفطار وتحديدا من الرابعة حتى السادسة مساء قد شهدت خلال العام الماضي حوادث مرورية نتج عنها تسع إصابات منها إثنتان بليغة ما يعني مزيدا من الحذر في سياقة السيارة خلال تلك الفترة الزمنية الشهر الفضيل أكرم علي أن ترتبط بعض السلوكيات الخاطئة ومع ذلك توجد بعض السلوكيات التي ترتبط بسلوك الناس في أجواء معينة يزيد السهر في رمضان فبالتالي يتحصلهم الصبح مستعيلين على الدوام فهناك سرعة تجاوز الشارع الحامرة تجاوز من خط الطوارئ هذه في الفترة الصباحية قبل الإفطار عندنا المشكلة الأساسية جدا التي هي سرعة الجنونية التسابق كما لو كان تسابق للوصول للمنزل لحضور وجبة الإفطار ومات لذلك من قطع إشارة أو تجاوز من خط الطوارئ وهذه دائما تصير في مشاكل على السائقين ومستخدمين الطريق وهكذا فإن الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية أمر بالغ الأهمية لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية فالسياقة قبل أن تكون التزاما فهي أخلاق بالدرجة الأولى ما يقتضي الحفاظ على أرواح وممتلكات كافة مستخدمي الطريق هناك حوادث تزيد في شهر رمضان حالات إصابة حالات وفاة والعجيب أنها أكثر ما تكون قبل الإفطار بل أني وجدت في بعض الدول المجاورة عدد الوفيات في شهر رمضان أكثر من 17 شخص يوميا يعني كل 40 دقيقة تقريبا عندهم حالة وفاة نحن نقول لهذا الإنسان الذي يسرى لمائدة الإفطار أقول له لا تجعل مكانك خاليا على مائدة الإفطار سيؤلم أهلك سيؤلم ذويك ولا تتسبب أيضا أن تجعل مائدة غيرك تخلو من أحد أفرادها إن سلامة الطريق مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الإدارة العامة للمرور فعلى السواق ومستخدم الطريق المشاركة في هذه المسؤولية لتحقيق المصلحة العامة